يعني أنا راح أكشف لك أسرار تكشف للمرة الأولى في أحداث الأنبار عندما حدثت مشكلة الدكتور رافع العيساوي من اعتقله وحماياته في وزارة المالية وقرر دكتور رافع مغادرة الوزارة والذهاب إلى الأنبار وقيادة مشروع معارضة من الأنبار أنا تكلمت مع دكتور رافع في وقتها بنفس اليوم اللي صارت به الأزمة كنا مجتمعين في منزل الأستاذ عز الدين الدولة كان وزير الزراعة في وقتها وكل القيادات القائمة العراقية كانت موجودة فطلب مني أنا والدكتور رافع العاني إعداد بيان في قضية اعتقال الحمايات والأسهداف من اللي طلب؟ دكتور رافع العيساوي كان وزير المالية ومن دكتور رافع العاني قال من رخصتكم تفضلوا هنا كتبونا البيان كتبنا البيان قراءة قال لا هذا لا يصلح البيان أنا راح أسوي بيان كتب بيان فقرأتها قلت له دكتور هذا بيان ما لنهاية أزمة وإحنا تونا هس الأزمة بادية أنت راح تقطع الخطوط كلها وما راح نقدر نتلافه واي من تداعيات هذا البيان قال أنا هذا قراري وهذا البيان الذي سيقرأه قرأ البيان وذهب إلى الأنبار وبدت عمليات الاعتصامات وامتدت إلى محافظات أخرى في كاركوك وصلاح الدين ونينوى وبغداد ويعني الكثير من الأماكن وبدت تأخذ مديات وتدخلات حتى إقليمية ودولية هذه القضية في يوم يعني وبحسابات بيني بيني وبين الأستاذ حسين الفلوجي شفنا أن قضية الاعتصامات ستولد تحطيم الأنبار وبالتالي يجب التحرك سريعا على رئيس الحكومة ذهبنا إلى رئيس الحكومة وتكلمنا معاه طويلا في هذه الأثناء الكثير من الشخصيات كانت تقدم مبادرات للمالكي لحل هذه الأزمة ورما تكلمنا أنا وحسين الفلوجي طلبنا من عنده إيقاف كل قنوات التواصل إذا كانت الثقة متبادلة بين رئيس الحكومة وبياناتنا علي ابتداء أن يوقف كل قنوات التواصل مع المتظاهرين في الأنبار والمحافظات قال خلص ستقف كل قنوات التواصل معهم وتبقون أنت القناة الوحيدة الفاعلة مع الأنبار تحديدا لأن القيادة كانت في الأنبار وأبلغ مدير مكتبة في وقتها بتخويلنا كل الصلاحيات إذا كان مشغول أو عند التزامات قال خاف يتصلون يحتاجون شيء خلص يعني سهل الأمور حتى نصل إلى حل طلبنا ترتيب زيارة إلى الأنبار وسوينا اتصالات مع الدكتور رافع العيساوي وأحمد العلواني والشيخ أحمد أبو ريشة والله يرحم الجميلي اللي استشهد الجميلي يعني وقسم من قيادات المظاهرات الجميلي رجل الدين الرجل الدين المعمم أنا أيضا ما يحضرني اسم مسيطة أحداث قديمة سيد جلال فصار الترتيب أنه الاجتماع يكون في مضيف الشيخ أحمد أبو ريشة بحضور القيادات اللي طلبناها وحتى نصل إلى نتيجة احنا كنا أنا أستاذ حسين نحظى بثقة مشتركة ما بين قيادات المتظاهرين وما بين رئيس الحكومة الطرفان يثقون بنا لأن يعرفون أنه احنا ما أننا مصالح شخصية حسين من بغداد وأنا من بابل وكانت الكثير من الشخصيات عدها مصالح أرادت توظفها وتفض هاي المصالح من خلال الأزمة وهذا ما كان يدركه رئيس الحكومة ذهبنا أنا والأستاذ حسين إلى الأنبار تفاجئنا أنه بس الشيخ أحمد أبو ريشة موجود والبقية ما حد موجود والجو في الأنبار مشحون الأوضاع مرتبكة شيخ أحمد خير يعني شنو شنو جماعة وين قال هس يجون احنا وصلنا تقريب ساعة 11 الوضع مو طبيعي شيخ أحمد لابس الدشداشة ومحزم على المسدس الضيوف اللي طلبناهم ما موجودين الناس من فتنة في الأنبار الوضع غير آمن وغير مطمئن واضح أكو متغير أكو متغير فصار موعد الغد أذن الظهر تغدينا قلنا لشيخ أحمد لازم تحكي قال ايه نعم آلي الآن بعد الموضوع ما بمجال لازم أتكلم خير قال دكتور رافع العيساوي راح يقرأ فاتحة بالقائم كان مستشهد مقام القائمة والرطبة في ذلك الوقت والبالكي اللي يدزكم دز سوات وطيارات حتى يعتقلون دكتور رافع العيساوي وإذا اعتقل دكتور رافع العيساوي الأمور راح تخرج على السيطرة دكتور أحمد العلواني أخذ حماياته ولحق دكتور رافع على أمل تخليصه من الاعتقال أو حمايته يحميه يحميه زين أنت ليش ما قلت شيخ أحمد من جينا احنا من الـ 11 واسه ساعة ثمتين والمساجد بالأنبار بدأت تكبر وكأن عملية استعداد لحدث ما أنا شلت التليفون اتصلت برئيس الوزراء المالكي في وقتها وأبلغته قلت لدولة الرئيس الأمور وحدة 2-3 مو من الصحيح أن الدزنة في مهمة للوساطة والتسوية وتبعث قوات سوات يعتقلون دكتور رافع العيساوي قال ساد محمد الموضوع مو مثل ما أنتوا فتهمتوا دكتور رافع يخطط للهروب خارج العراق وهاي المعلومة جتنا من أحد أفراد حماياته وأحنا من نسمح أن قضية داخلية تتدول وتدخل في مسائرات أخرى تربك الوضع أكثر من ما هو مرتبك فطلبنا منه قلناه إحنا رح نتصل بالدكتور رافع يرجع هل كانت هذه المعلومة الصحيحة اللي وصلها للسيد المالكي هكذا سمعنا يعني اللي سمعناه من المالكي في وقتها هكذا إحنا رح نتصل بالدكتور رافع يرجع وإمتى أسحب السوات وخلي نعيد لم الموضوع قال خلص أنا سأصدر قرار بسحب السوات ولكن عندي طلب أنه رافع العيسا ويرجع يقعد ببيته ويبطل سوال فهاي التصعيدية ضد الحكومة والمعلومات اللي دا تصل عليها من أقرب الناس إله والله أبلغنا إحنا شيخ أحمد شيخ أحمد اتصل بأحمد العلواني ترجمة نانسي قنقر